قصص النجاح في لواء الكورة بمحافظة تربت لعدد من أبناء المجتمعات المحلية وذلك من خلال تنفيذ مشاريع انتاجية ريفية ساهمت في تحسين أوضاع هذه العائلات اقتصادياً بالإضافة إلى جذب التنمية السياحية لهذه المناطق مشروع الانتاج الريفي احنا بلشنا مشروع انتاجي داخل المنزل يعني ريفي من داخل المزرعة اعمل فطاير زحتة اعمل مطابك اعمل مصخنة مكمورة بالفرن صواني جات صواني لحمة يعني كل شيء بلدي ومن داخل المزرعة خطيط الحجارة كمان القديمة هاي اللي متشايفة وعندي طواحين للطواحين نفسها قطع اثرية قديمة بقايا طاحوني موجودة هون عندي الرحا عندي اكثر من ثلاثة نوع طواحين فهذه اللي يعني في منهن بعصر عليها نحب الزيتون اللي هي مدادية بقل الزيتون وبعصره وبطلع من الزيت مدادية هذا ثمين وجاكي فكثير بعمل حركات هنا بتجذب النظر والسياح عدد من المواطنين اشاروا الى ان هذه المشاريع الناجحة جاءت لطبيعة المنطقة وتوفر ايضا كافة مقومات نجاح عمليات الترويج والتسويق لمثل هذه المشاريع المدرة للدخل الزوار اللي يزوروها من الاردن وخرج الاردن كبير وكم هال من الزوار احنا كمصورين واجبنا التقاط الصور هاي واثارها على عبره وسالة التواصل اجتماعي حتى كل انسان بحاول انه يبحث عن لواء الكرة يشوفها عبره صور واليوم الصورة تعبر عن مئة كلمة فيه مواطنين هموا بمشاريع صغيرة وبالتالي درت عليهم نفع وشغلت عندهم ايادة عاملة وكانت منفعة حقيقة للسياح اللي بيجو من داخل البلد ومن خارج البلد او من خارج الوطن الى الموضوحات كالاستراحة الموجودة حاليا هي كانت مشروع بسيط بتنمية بسيطة وبالتالي توسع وصار وضعه مرتب كثير والاستمرار في تنفيذ مثل هذه المشاريع الريفية الناجحة في مثل هذه المناطق من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الحركة السياحية محليا وخارجيا يسف المشاكبة التلفزيون الاردني محافظة تربين اشتركوا في القناة